من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة إذن النجاح مرتبط بالنوايا ماذا تريد أنت أردت الدنيا قد تحصل على شيء منها لاحظوا الآية من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها مما يريد ما نشاء لمن نريد أجلنا له بعض ما يريد لبعض من أراد بعض الذين أرادوا الدنيا قد يحصلون على بعض منها أما من أراد الآخرة وهو مؤمن إذا استكمل شرط الإيمان امتلك الرؤية الحقيقية لله واليوم الآخر ولحجج الله وكتوبه ورسله وآياته بشكل طبيعي هؤلاء كان سعيهم مشكورة وإذا كان الشاكر هو الله عز وجل فلا يمكن أن ندرك الحدود التي يمكن أن يحصل عليها فلهذا الإنسان إذا أراد الآخرة يحصل على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني هو يحصل على أكثر مما يريد اشتركوا في القناة